النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف خالص عن موضوعاتنا العادية هنتكلم عن مشكلة بسيطة من وجهة نظر الناس كتير لكن في الحقيقة بتمثل كرسة على مستوى الاقتصاد ونفسية الشعب المصري كله واللي بيبقى أسير إشعات وأكاذيب مضللة وده لأنها مش عفوية زي ما احنا فكرين لأ وراها جهات وكتائب إلكترونية معلومة ومجهولة وشغالة للنهار وبدغزيها جهات عارفة هي بتعمل ايه كويس ايه اللي بيحصل على السوشال ميديا ومواقع تواصل اجتماعي وايه هي الكيانات الموازية جوه وبرا واللي مش عايزة مصر تنطلق لو قاعد على قهوة وسمعت اتنين بيتكلموا وجابوا سرط الدولار والأسعار هتلاقي واحد فيهم قام وقال بكل ثقة يا عم الدولار هيوصل 100 جنيه وكيلو اللحمة هيوصل 1000 جنيه واللي جاي خراب ولما تسأله جبت المعلومة منين يقولك قردت على الفيسبوك وده كلام اكيد كتير من حضراتكم بيسمعوه ليل نهار في القهوة والميكروباس والشغل والبيوت وتبور المعاشات والعيش عايز تهدم اي بلد صلت عليها الاشعاعات المضللة واللي بتستغل الوضع الاقتصادي عشان تغزي النظرة السلبية اللي عند الناس وتكرههم في بكرة وموضوع الاشعاعات والتضليل ده بياخد اكتر من شكل يعني ممكن يكون في تقرير مجبوه من جهات دولية زي بنوك عالمية او وكالات تصنيف واللي كلها في النهاية مرتبطة بشركات ودول ورجال اعمال وليهم اهدفهم الخاصة بعيدا عن مؤشرات الاقتصاد الحقيقية وممكن تلاقيها على هيئة حملات منظمة وتحليلات اقتصادية في برامج متخصصة تحس انها صاحبة مصدقية وهي في الحقيقة بتحط السمة في العسل ووسط 100 معلومة صح تحشر لك معلومة غلط عشان عارفة انها هتعلق مع الناس وهينشروها الخطر في مؤامرة الاشعاعات والمعلومات الضلة انها بتسمع بشكل كبير ما بين المستثمرين والاعلام الدولي واللي بياخدها حجة عشان يضرب لك الاستثمار ويزود الغضب في نفوس الناس زي كده اشاعة تجميد دول الخليج للاستثمارات بتاعتهم في مصر وسحاب الشركات من المشروعات ودي كانت الاشاعة الاخطر واللي عمل ببلبلة كتير وسط الناس وكل سوشال ميديا اشتغلت عليها من غير ما يكون لها اي مصدر صحة وكانت اغرب اشاعة ان في مسؤولين ورجال اعمال بيهربوا من البلد لان المركب قربت تغرأ ولاننا قلنا في الاول ان كلامنا مختلف هنقولك خلي بالك مصرح حواليها اعداء من كل حتة وامتابعين اللي بيحصل عندك كويس وكل ما تلاقي الاشاعات زادت في البلد يبقى مصر بتنطلق ومسش في الطريق الصح ولما تلاقي الدنيا بدأت تصبط في الاقتصاد بشهادات دولية محترمة والاستثمار بيقفز عندك وكل القطاعات الاقتصادية محققة نتائج عظيمة والمشروعات في كل شبر هتقابل اشاعات اكتر واكتر ومقالات وتحليلات هتطلع تشكك في الدولة والحكومة والسياسات الاقتصادية ساعدتها لو صدقتهم يبقى انت بتساعدهم في المؤامرة انا اشركة اشرف والى اللقاء بانكير نبض البنوك